اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة اللي بيشوفنا الاول مرة اتمنى الاشتراك في القناة تفعيل الجرس علشان يجيلك اشعار بكل حلقاتنا اليومية اهلا بكم ضل راجل ولا ضل حيطة اهو راجل تتسند عليه اهو راجل يحميك من كلام الناس مجموعة من الجمل الموروسة والمشهورة واللي بيتم تداولها بان لما البنت بتتأخر في موضوع الجواز او لما بيتقدم لها حد هما شايفينه مش كف ايه علاقة مجموعة الجمل دي بحلقة النهاردة وقصة النهاردة تعالوا نخشوا في الموضوع على طول على لسان بطلة القصة بتحكي حكايتها من البداية وتقول انها كانت بتشتغل مدرسة وشابة في بداية حياتها لغاية ما تقدم لها راجل بيشتغل موظف في القطاع الخاص فترة خطوبة قليلة جدا وبعدين تم الجواز فاول سنة من الجواز ربنا رزقهم ببنتين توقم ولكن بعد مرور شهور بسيطة اكتشفت ان الراجل ده كسول قوي تكالي شوية ما بيروحش شغله في موعيده غير ملتزم بموعيد الشغل الرسمية بدأ اصحاب الشغل اللي بيشتغل فيه يعملوا معا مشاكل بسبب التأخير وعدم تحمل المسئولية لما ولدت البنتين التوقم طبيعي ان الراجل بيروح يدور على شغل تاني علشان فرقابته زوجة وبنات ولكن الراجل ده قاعد يقول الرزق على الله وهو رزق كده ولو ربنا كاتب لرزق هيجي وبدأ ينام في البيت وما يروحش يدور على شغل واعتمد على ان الست دي بتشتغل مدرسة وبتدي دروس على قدها وبتحاول تدبر مصاريف البيت وبتحاول تدبر مصاريف البنات طيب مر الوقت وهي كانت بتقول في الاول ان هي متعطفة معاه وبتحس يعني بقهر الرجال والرجل لما يتحط في ظروف وانها زوجة لازم تتحمل جزهة في ظروف ولكن خلاص هو خد على كده لدرجة انه ما بقاش يتكسف لانها لما تقبض يقولها شوفيلي فلوس معاك انا بس هتلي علبة سجاير وانت جاية طب هتلي فلوس علشان خارج بس سعود على القهوة مع صحابي طب هتلي فلوس علشان اجيب سجاير بخلاف ان هي متكفلة بكل حاجة في البيت من المياه للكهرباء للغاز للأكل لكل شيء اتخنقت معاك كتير واصطدمت بيه كتير وفكرت انها ترجع لأهلها واشتكت لأهلها ولكن كانت دايما عينها على البنات بتقول ان انا في بيئة شرقية وفي مجتمع شرقي وخاف ان البنات دول لما يكبروا ويلقوا امهم مطلقة وامهم عايشة بيهم لوحدها لو كبرت واحدة منهم وجالها حد لو الناس في المنطقة يعني كانوا بيبصوا لها بصة مش قوي وده تفكير انا شايف انه الى حد ما محدود يعني ونظرة مش في محلها علشان كده للأسف كملت البنتين كبروا مع مرور الايام لغاية ما جيه لحظة من اللحظات والحمل ما بقاش احمال ده الحمل بقى جبل لما واحدة من البنتين التوقم اللي الست دي وهبالهم حياتها كلها وصبرة وشيلة الهم على حد تعبيرها حاسة ان هي مربوطة في ساقية كل يوم تعبت ومرضت بمرض خطير جدا يعني قالولها عليه الدكاترة لما راحت لأكتر من طبيب بدأت تصرف كل اللي وراها واللي قدامها بدأت تستلف علشان تحاول تعالج البنت دي ولكن المرض كان اقوى من اي علاج والست دي فقدت بنت من بناتها التوقم بعدها كان الصدمة النفسية اقوى منها لدرجة ان هي دخلت مصحة نفسية لانها كانت تجيلها نوبات من الصرع ونوبات من الانفعال الشديد جدا وكانت بتجري في الشقة تدور على بنتها وكانت بتجري في الشارع تدور على بنتها وما كانتش قادرة تستوعب ابدا انها فقدت بنت من بناتها قعدت فترة في المصحة النفسية دي تكفلوا اهلها بمصارفها ومصاريف البنت في الفترة دي لغاية ما خرجت كبرت البنت على حد تعبرها اليوم اللي كانت بتحلم بيه طول عمرها جاه البنت اتعلمت لغاية ما تخرجت وبعدين جالها عريس زميل البنت في الشغل بدأ شاف البنت ومعجب بيها والبنت كانت حلوة وامورة وكل حاجة وبعدين راحت لامها تقول لها انا في عريس اتقدم لي بتقول ان انا طرت من الفرحة وتخيلت بنتي في الفستان الابيض اتخيلت بنتي الوحيدة وانا فرحانة بيها ولكن الفرحة ما اكتملتش ليه؟ لا وراهم ولا قدامهم الراجل ما بيشتغلش لسنوات طويلة هو خلاص خد على كده قعد حتى لو جاله شغل بيقعد فيه شوية ويمشي وبعدين التكلفة والعب بتاع الحياة كلها على الست فمجرد ما البنت راحت فرحه شوية وبعدين قاله الست اللي قالت طبعا مش الراجل لان الراجل مكبر دماغه طيب انا هجيب تكلفة جهاز البنت منين ده محتاجة ادوات كهرباء ومحتاجة عفش ومشاركة بالرغم من ان خطيب البنت ما يتسبش بتقول ولا طيب جدا وهدية ولو كان عندها ابنة ما كانش هيحبها ويقدرها ويحترمها زي خطيب بنتها او الولد اللي جاي يتكلم على بنتها ده ما بيعملها طيب تسيب الموضوع لأ تفكر طب تحلها ازاي لجأت لقريبها طبعا الفرش على قد الغطع زي ما بيقولوا يعني الدنيا ضيقة راحت الست لمحلات اللي محتاجة منها تجهيز البنت وبدأت تكتب على نفسها وصلاة امانة وتجيب حاجات بالتقصيد بالفعل اشترت حاجات لبنتها ولكنها تعثرت في سداد وصلاة الامانة وبالتالي راح الناس اصحاب المعارض او اصحاب المحلات اللي ليهم المبالغ دي راحوا رفعوا قضية على الست حاولوا يجمعوا شوية مبالغ الولد خطيب البنت مش الزوج ده الولد خطيب البنت راح يعني بالعافية جمع مبلغ علشان يسد عن الست ولكن ما قدروش يسددوا كل المبلغ لغاية ما الست خدت حكم سبع سينيين وراحت السجن علشان تجهز البنت اللي ابوها نايم في البيت مجرد ما دخلت السجن قعدت فترة الولد حاول بقدر الامكان يساعد اهل الخير اتجمعوا وبعد ما قعدت فترة في السجن كان الولد بيزورها وبيبر بيها والبنت بتبر بيها راحوا اهل الخير جمعوا المبلغ وفكوا كرب الست دي وطلعت من السجن طيب اتحلت القضية ده فيه كارثة كانت مستنياها الكارثة ان هي لما طلعت من السجن بالفعل كانت البنت تجوزت وهي في السجن يعني البنت مش قادرة تعيش لوحدها ومش قادرة تعيش مع الرجل ده والولد خلاص عايز يرتبط ومش همه اي حاجة ومستوعب جدا اللي حاصل للست حاول يساعد على قد ما يقدر وبعدين اخد البنت وتجوزه والست في السجن الست طلعت تلاقي كارثة الشقة اللي هي بنيها بتعبها وتدفع فلوسها السنين اللي فاتت دي كلها الراجل راح اتجوز على امراته اللي في السجن بنت خالها هو ايه الناس دي ايه التركيبات الغريبة دي بنت خالها اه يا بنت خالي انت تجوزتي جوزي وانت عارفة اللي فيه ده انت اكتر واحدة كنت قريبة مني وبشكيلك همي وعارف الراجل ده انه يعني قاعد في البيت زي قلته وانه فيه وفيه وفيه من الصفات السيئة قالت لها اعذريني اصلا عديت الاربعين سنة واعد الواحدي من غير جواز ما تجوزتش فكلام الناس كتر علي اهو الاسم متجوزة وديني عدت في الشقة وبصرف على نفسي من شغلي وهو ضل راجل ولا ضل حيطة زي ما قلنا طيب تعمل ايه الست لقت نفسها في الشارع بنت خلتها رمتها وخدت مكانها جوزها العاطل يعني رماها مش عايزين نقول لفظي مش لطيف الست لقت نفسها في الشارع مين يشيلها جوز بنتها جوز بنتها الراجل اخد قال لها يا حمايته منفعش الوضع ده اتفضلي عودي معانا في البيت يا ابني مش هينفع الشقة ديئة وانتوا وضعوكوا طبعا هديقكم خصوص ايود قال لها ما ينفعش تعودي معانا في البيت يعني تعودي معانا في البيت وبالفعل راحت قعدت معهم في البيت وقال لها بصي يا حمايته انت بتطبخ كويس واحنا المنطقة اللي احنا عادين فيها دي كلها موظفين وكلها عمال وكلها ناس ومنطقة زحمة جدا ايه رأيك تستغلي شطرتك في الطبخ ده وتبتدي تعملي مشروع طبخ ديليفري توصيله تطبخه في البيت وتوصلي وانا عارف شوية من صحابي هقولهم وبنتك عارفة شوية من صحابها هتقولهم والمقل المهم الست دي بالفعل بدأت تعمل مشروع في الست بتقول ان انا عمري ما كنت متخيلة ان انا هنجح النجاح ده اكتر ما كنت مدرسة واكتر ما كنت موظفة واكتر ما كنت بدي دروس وكل حاجة ربنا اكرمني وبدأت اعمل في البيت اكل وبدأ يجي لي طلبات كتير وبقى ليه زباين وبقى ليه من زبايني اصدقاء ونجحت بعد فترة صغيرة مش طويلة قدرت يبقى دخل كويس بحيث ان انا اخدت مكان اعيش فيه بالاجار وراحت بالفعل اتنقلت وفرشت مكان وعاشت فيه بالاجار وتطبخ فيه وتشتغل فيه وتعيش فيه وتوزع شغلها لغاية ما لقيت رواها كبير ودخلها بقى كويس جدا وسكنة في بيت ملكها في اللحظة دي نجحت وكبرت برغم كل اللي تعرضت له من هذا الرجل ورغم كل اللي تعرضت له من ازمات في حياتها البطلة دي بعد 23 سنة من جوازها من هذا الرجل اللي عاش عبق عليها وكل السنين دي وبعدين اخد بيتها ورماها وما وقفش في زنقتها وسبها تمر بكل الأزمات دي الست وقفت على رجليها وربنا كان كاتب لها انها تنجح وربنا يعوضها من عرقها ومن شقاها يبقى بنتها متجوزة جنبها وجوز بنتها بيحبها وحاوليها مجتمع جديد بيحبها بلاش نيقس وبلاش نيقس من رحمة ربنا ومهما مرينا بأزمات هنعرف ان في يوم من الايام حلو مستنينا وبإصرارنا وبعزمتنا هنتحدى كل المصاعب وحنوصل لاننا ننجح ونكون احنا اشكركم على طيب المتابعة وعلى وعد بلقاء في حلقة جاية من حلقات برنامج المحاكمة محاكمة شكرا